بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا موضوع هنسأل عنه في الدنيا وكمان في الآخرة موضوعنا النهاردة عن الوقت وأهمية الوقت في حياتنا وإزاي نستثمر وقتنا في كل ما هو نافع ومفيد الوقت عامل مهم جدا بل هو من أعظم ما يملكه الإنسان لذا أقسم الله عز وجل به في كتابه والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا لأمر عظيم فقال ربنا جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر والعصر هنا هو الوقت الذي يحدث فيه الخير والشر ويحدث فيه الفرح والسرور النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أهمية الوقت يعلمنا أن الإنسان سيسأل عن ساعات عمره وعن أيام عمره وعن شهور عمره وعن سنوات عمره بل سيسأل عن عمره كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أربعة أمور منها الوقت لن تتحرك خطوة واحدة من أرض المحشر حتى تسأل عنها كيف قضيت هذه الأيام العضال وكيف مرت بك تلك السنوات الطوال هل قضيتها في طاعة الله عز وجل في ذكر الله سبحانه في صلة الرحم في قراءة القرآن أم قضيتها في المعاصي والجلوس على الطرقات والنظر إلى المحرمات والقيل والقال سوف تسأل عن كل كبيرة وصغيرة أين شبابنا الآن من الوقت هذا الوقت يا أحبابي إنما هو بمثابة طاقات النور التي من خلالها ستكون إنسانا ناجحا ومفيدا لنفسك ولمجتمعك عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهذا كناية عن أنك لا تؤجل عمل المساء إلى الصباح أو الصباح إلى المساء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فهم هذا المعنى فقال لعمر عند وصيته له بالخلافة إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل وهذا هو ما نقوله في لغتنا الدارجة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فوالله ما تقدمت المجتمعات والأمم إلا بالمحافظة على وقتها سلفنا الصالح وعلماؤنا الأجلاء فهموا أيضا هذا المعنى فها هو عالم النحو المعروف ابن عقيل عالم النحو أثر عنه أنه كان يقول أنا أحب سف الكعك على أكل الخبز فقيل له ولما قال لأن سف الكعك لا يأخذ وقتا طويلة أما أكل الخبز فأحتاج أن أقطع وأن أغمس وأن أكل فتضيع الأعمار في الأكل نظر إلى هذا المعنى أن كثرة الأكل يضيع العمر ونحن الآن منغمسون في هذا الأمر لذا يقول الإمام الذهبي عن الإمام ابن عقيل يقول عنه وقد حافظ على وقته إنه قد استطاع أن يؤلف أكبر مصنف في الدنيا أكبر مصنف في الدنيا ألفه الإمام ابن عقيل ليه لأنه علم قيمة الوقت اسمه كتاب الفنون فنون اللغة فنون علم الكلام فنون الفلسفة فنون المناظرات وغير ذلك من الفنون استطاع أن يؤلف أكبر مصنف حتى قيل إنه يحتوي على مئتي مجلد وقيل يحتوي على أربعمائة مجلد وقيل يحتوي على ثمانمائة مجلد هذا الكتاب القيم ألفه لماذا؟ لأنه نظر إلى عامل الوقت استغل كل دقيقة من حياته في العلم والطاعة لا أن يستغلها الإنسان فيما يغضب الله عز وجل لذا يقول الإمام الحسن البصري أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم لذا أوجه نصيحة تفتح لنا طاقات من نور لشبابنا الآن عليكم أن تستغلوا هذا الوقت في كل ما هو نافع ومفيد حتى نخدم أنفسنا ونخدم مجتمعنا الحبيب هذا والله أعلى وأعلم على أمل اللقاء بكم في حلقة متجددة من برنامج طاقة نور